قيل أنا أتوب ثم أعود أتوب ثم أعود فضرب له مثالا قال له أرأيت أن الواحد مننا إذا كانت ثيابه ماذا لو اتسخت الثياب واحد لبس ثياب نظيفة وهذه الثياب اتسخت فماذا يصنع فيها قال له يغسلها قال له بعد أن غسلها ثم لبسها ثم اتسخت مرة ثانية قال له ماذا يصنع قال يغسلها قال له هل يمل من تكرار غسلها كلما اتسخت قال له لا قال له كذلك التوبة لا تمل من التوبة وإن تكرر الذنب منك طيب قلنا من شروط التوبة من ضمنها العزم على عدم العودة على عدم تكرار إثم فهل هذا ينافي العزم؟ العلماء قالوا معنى العزم يعني يعزم في قلبه أنه يقلع عن هذه المعصية مثلا كان يفعل معصية فمعنى العزم هو أقلع عنها تركها ثم بعد مدة بعد أن تركها عاد إليها مرة ثانية فهذا لا ينافي العزم هذا لا ينافي العزم يعني حقيقة هنا برضو يعني بتساعدنا جدا بهذه الأراء الوساطية وده وده دينا وساطية الإسلام نبقى دايما سعداء به فجرة الباب التوبة مفتوح على طول ومهما غلطت ومهما ارتكبت من أثام أهم حاجة عادة بالشركة بالله ودايما نعفر ربنا موجود وأبواب المغفرة موجودة وأبواب الرحمة وفي هذه الأيام المفتركة تجرب كده مع ربنا ونصلي ونلتزم وإن شاء الله تكون طبيتكم مقبولة بإذن الله